تتردد العديد من الأسئلة في عقول الرجال حول معرفة ما إذا كانت المرأة منجذبة لهم ولا لا بهذا الفيديو راح نتكلم عن أهم العلامات يلي بتدل على انجذاب المرأة للرجل ورغبتها في إقامة علاقة جذية معه تابعوا الفيديو للأخير وإذا أول مرة بتشوفوا القناة تشتركوا فعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد وما تنسوا تخليوا لي لايك وكمت دعما للقناة وهلا يلا خلينا نبدأ المرأة بتتميز بقدرتها في إظهار العلامات الدقيقة والغير المباشرة لاهتمامها وإنجذابها للرجل تكلمنا في الفيديوهات السابقة عن مجموعة من العلامات يلي بتدل على رغبة المرأة في التقرب من الرجل من خلال لغة الجسد لأن لغة الجسد بتبقى واحدة من أقوى الطرق للتعبير عن الإنجذاب من خلال انتباه المرأة للرجل بما يلان جسمها اتجاهه أو توجيه النظرات الحميمية ليه ولمس الشعر أو كمان من خلال لغة العيون بحيث أنها بتخلي تركيز نظراتها على عين الرجل وغيره من العلامات الغير اللفظية كالاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يلي بتخص الرجل من تذكر التواريخ المهمة كأعياد الميلاد أو تاريخ الزواج أو مثلا الاهتمام بالأشياء يلي بيحبها هذا الرجل إلى آخره من العلامات لكن في هذا الفيديو راح نتكلم عن علامتين أو حركتين بتعملهم المرأة لما بتكون منجذبة لرجل أهم علامة هي تنعيم نبرة الصوت سواء قابلتها مباشرة أو اتصال فالمرأة بتحاول إنها تنعم من صوتها وتخليه منخفض على عكس طبيعتها يعني عادة تتكلم بصوت عادي من غير أي تحفظات لكن لما بتتكلم مع الرجل بتستخدم الصوت الشتوي مثل ما بنقول لأن الرجل بيحب يسمع صوت المرأة إذا كانت هادية وبينجذب لنبرة صوتها الرقيقة في المقابل الرجل بيكره وبينفرن المرأة يلي صوتها عالي فالمرأة لما بتكون منجذبة لرجل بتتكلم معه ببطء وهدوء حتى تكون جذابة وأكثر أنوتة هذا بالإضافة لعلامة تانية وهي أنها بتستخدم عبارات رومانسية وجريئة مثل عبارات الحب والاشتياق أو الإطرافة من أكثر الأشياء يلي بيحبها الرجل بتخليه ينجذب للمرأة هو مدح صفاته سواء الجسدية أو المهنية فهذا الشي بيخلي عنده تقى بالنفس بيمنحه الشعور بالرضى وبيعرف أنه شخص مهم عند المرأة وأنه هي منجذبة ليه هنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بيتمنى دعمكم للقناة بلايك وكومنت وشير للمقطع مع أصحابكم بلقاكم بفيديو قادم سلام سلام شكرا شكرا شكرا